الدولة الإنجليزية بقى الممتاز في الجولة الـ 24 مانشستر يونيتد عمل أداء رائع جداً أمام ليستر سيتي وفاستر 3-7 خد بالك الشوت الأول مانشستر يونيتد اللي شاله دي خية شاله هدفين بشكل رائع جداً الشوت الثاني تحول مانشستر يونيتد وتحول راشفورد اللي واخد نسخة كريراً من بابه كده راشفورد عمل أداء خرافي مع مانشستر يونيتد إدن مانشستر يفوز 3-0 في الطريق أو الاقتراب من صدارة الجزء واخد بالك هو فرق بينه وبين مانشستر سيتي بس نقطة واحدة مانشستر سيتي في المركز الثاني وهو في المركز الثالث وفرق نقطة واحدة لحد ما يقرب من أرسلل وتوتن هام دخل المربع إزاي مرة أخرى وفاز على وست هام 2-0 في الدولة الأسباني أتليت كوماندريد فاز 1-0 على أتليتك بالباو وبرشلونة فاز على قادش 2-0 في صدارة الدولة الأسباني في الدولة الإيطالي يوفنتوس أخيناً فاز على سبيزيا 2-0 وروما مع جوزي مولينيو فاز 1-0 على هلاس فيرونا طيب طيب ده الوضع في التهريات في العالم بالنسبة الدولة الإنجليزية تحديداً مشتعل جداً وممتع جداً صعب تقول من اللي هيحسم الدولة خد بالك أرسلل في الصدارة وصدارة مش مضمونة رغم فارق النقاط بينه بين السيتي ويونيتد بس الصدارة مش مضمونة ليفربول كمان بيتحسن بيتحسن كثيراً ليفربول يقدر يلحق المربع الزهبي وطبعاً طبعاً ليفربول صعب صعب أقرب للمستحيل طبعاً أنه ياخد الدولة الإنجليزية السنة دي بس يقدر يدخل المربع الزهبي لو حقق انتصارات متتالية في المباراة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر